لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من وان بيس فارجع شوفها الاول ازايكوا يا جماعة عاملين ايه? ان شاء الله هنتكلم عن منجا وان بيس وهنختمها كلها وده ولان زي ما انتم عارفين ان الحلقات متوقفة ستة اشهر وهنبدأ بقى من بعد الحلقة الف اتنين وعشرين يعني بعد هزيم الجرب وتحرير كوبي بعد ما شفنا هزيم الجرب بقى بنشوف ان الاخبار انتشرت حوالين العالم كله بان جرب اتهزم واختفى وبنشوف ردات الفعل بتاعت الناس وكمان عمضة قرية فوشة اللي منها جربوا لوفي وبيكونوا قلقانين عليه جدا لكن مش قوي يعني لانهم بيقولوا طالما ان مش مكتوف في الصحافة كلمة ميت يبقى لسا حي لكن الوحيدة اللي بتكون قلقان عليه بجد هي داندن لانها بتكون خايفة على لوفي بسبب الحصار اللي عليه في جزيرة الايجهد وبتقول يا طرى يا لوفي انت بتعمل ايه بالزبط عندك بعدها بنشوف الصدمة الكبرى الصدمة اللي ما كانش حد متوقعا هائي بنشوف بعد ستة ايام من تدمير جزيرة لولوسيس بنشوف ان في زلزال ضرب العالم كله ودمر سواحل وشواطئ كتير جدا حوالين العالم ورفع كمان مستوى ميت البحر متر واحد لفوق وكل العالم حرفيا بقى بيتكلم عنهم الازرق الشرقي والازرق الجنوبي والازرق الغربي والازرق الشمالي وكمان الجراند لاين وجزيرة ووتر سيفن وجزيرة وانو وحتى كمان عند التانينين السماوية وإيم والسماء كله حرفيا حس بالزلزال وبيظهر معنا في فريم كمان بنشوف ان في حفرة عميكة جدا مكان تدمير جزيرة لولوسيس بعدها بقى بنروح عند جزيرة الايجهيد وبنشوف ان البحرية وسطت خلاص عند جزيرة الايجهيد ولفوها بالكامل وحصروها من كل مكان وبيكونوا حسين بالزلزال هما كمان ومنصوب المياه اللي ارتفع فجأة ده وما بيكونوش فاهمين هو ايه اللي حصل علشان منصوب المياه يرتفع كده في اللحظة دي بقى بنشوف هجوم واحد من الاسلحة البحرية على الصفن لكن كزارو بيدمره على طول بيتسئل عليه سنتمارو وبيزعى معاه وبيقول له ما تدمرش اي حاجة من الاسلحة البحرية مرة تانية فبيرد عليه كزارو وبيقول له هو انت عبيد ولا ايه امال انت عايزهم يهاجموا علينا واحنا هنقف ساكتين يعني ولا ايه وبعدين انت ما تستهبلش معايا يا سنتمارو لو كنت سلمت نفسك من البداية وما عملتش كده ما كانش ده هيحصل اصلا لكن سنتمارو بيحذره ان لو هجم مرة تانية هيهجم هو عليه فبيقول له كزارو بجد انا قلقت والله منك او يا سنتمارو طب انا عاوزك تحاول بيقول له سنتمارو ما تنساش ان انا معايا البسافيستة الجديدة اللي فيجابانك نسخ قدرة الشعاع الليزر بتاعتك فيهم يعني الخسائر هكل الركب لو هجمت مرة تانية وساعتها بيحصل فلاشباك بين سنتمارو وكزارو وفيجابانك وهم بيتحاكوا مع بعض بيقول له سنتمارو انا مش مصدق ان انت تجد بنفسك علشان تقتل فيجابانك لكن كزارو بيرد عليه وبيقول له يا سنتمارو ما تخلطش ده بده انت عارف ان فيجابانك هو اللي عمل كده في نفسه بسبب قراءته للقرن الفارغ وبعدين يا عام انا شخصي بنفذ الاوامر وبس يعني ما ليش دعوة بالمشاعر دية انا بعمل شغلي وخلاص وبيارد عليه وقتها بدل ما يقتله بعض والخسائر كده كده هتكون كبير عند الطرفين يخرج ويسلم نفسه احسن انا عارف ان لوتش وجامعته ما قدروش ينفزه مهمة الاختيال علشان كده انا بقول لك اخرج ونتفاهم لكن سنتمارو بيقول له انت عبيت او على فكرة وده في احلامك ان شاء الله وبعدين هم تهزموا علشان طاقم قبعة القش موجودين هنا وبيهددوا انه لو هجم عليهم بالليزر تاني هيخلي البسافستا وحوش البحر تدمر السفن بتاعتهم بعدها بنشوف داخل السفينة وبنشوف سطر انه هو بيكلم واحد من القادة وبيطلم منه انه محدش يعرف بوجوده نهائي وما فيش اي معلومة تتصرب كده ولا كده فبيقول له القائد حاضر احنا في خدمتك بيقول له كمان القائد على الاخبار اللي هتكتب في الجريدة وان طاقم قبعة القش هجموا على جزيرة الاجهد واخدوا فيجابانك رهينة معهم علشان كده البحرية اتحركت وريحة تحرر فيجابانك يعني تزييف حقيقة ملهوش حل والله بيسألوا وعدها سطر فيه اي معلومات جات لنا من جوه ولا لا لكن القائد بيقول له لا ما عندناش اي معلومات جات لنا من جوه خالص علشان كده احنا هنعتمد على المعلومات اللي عندنا بس طالما ان سيبي زيرو ما بيردوش علينا لحد دلوقتي بيبدأ با يعرفه على المعلومات اللي عندهم والمعلومات دي يا جماعة هم برضو اخدوها من سنتمارو لما كان موجود معاهم وزارج زيرة فيجابانك قبل كده تمام كده تمام بيبدأ با يعرفه ان فيه ستة نسخ من فيجابانك واحتمال حاليا يكونوا موجودين في كوبة الدفاع اللي فوق وبيعرفوا ان اكيد لوتش وجماعته اتهزموا هناك وما بقاش ليهم سلطة على الصرافيم اللي هناك علشان كده الصرافيم دلوقتي هيكونوا تحت تحكم كل نسخ فيجابانك بس وكمان بيعرفوا انهم اكيد ومليون في المية انهم اتحالفوا مع كوبعة القشلوفي وكمان سنتمارو مشارك معاهم وهو وكل الباسافيستة المطورين اللي تحت ايديه وبيعرفوا كمان ان طالما كوبة الحدود متفاعلة على شكل المية مش هنقدر نهاجم دلوقتي لان ندفعها خارج جدا بس المتأكدين منه انه هم دلوقتي داخل الكوبة ومحدش فيهم خرج بيسألوا سترن طب وهم العمال والبحثين اللي كانوا هنا يكرحوا فين فبيقولوا انه هم هرب مبارح ولكن احنا قدرنا نعرف مكانهم ونحدده كمان وبيطلب منه بقى ازاي يتصرف معهم فبيقولوا سترن ممكن يكون سموا اي حاجة او اكتشفوا حاجة عن الكرن الفارغ علشان كده ما قدمناش غير خيار واحد وهو اقتلهم كلهم بيقولوا تمام بس في حاجة كمان عاوزة عرفك عليها وهي الكورسانة بوني هي كمان موجودة على الجزيرة وديه بتكون بنتكوما بيقولوا سترن سيبك من البنت دي هي كده كده ملهاش اي فايدة معانا وبعدين هي طفلة صغيرة يعني مش هتشغل بنا في حاجة يعني بعدها بنشوف اتصال الجروسي من جزيرة الايجهيد ووقتها وقبل ما الجروسي يفتح الاتصال بنشوف كيزارو هو كمان معاه حلزون اسود وده بيقدر يتنصت على اي مكالمة هو عاوزها وبيطلع علشان يسمع هو كمان المكالمة وبنعرف ان المكالمة ديه من يورك نسخة من نسخ فيجابانك وبتكون متعصبة جدا من الجروسي وبتقولهم انت ازاي عملتوا حاجة زي كده انت تعديتوا حدودكم معايا ليه حاولتوا انكم تقتلوني انتو نسين ان انا اللي عرفتكم عن خيانة الجسد الرئيس ولا ايه فبيقول لها مرس انا اللي ديتهم الاوامر انهم يعملوا كده وما تنسيش انت كمان يا يورك ان انت واحدة من فيجابانك يعني ممكن تكون عارفة انت كمان اي حاجة عن القرن الفارغ فبتقول لي يورك ان لو كان عندي الاهتمام بس ان اعرف اي حاجة عن القرن الفارغ عمركم ما كنت هتعرفه اي حاجة عني اصلا فبيقول لها الاقرع ده تمام تمام مفيش اي مشكلة انت كمان عاملتي بجد جدا لانك فضلت الحد الان عايشة وبعدين انا عاوز اعرف السي بي زيرو بيعملوا ايه عندك وكرسينك كبعة الكش بيعملوا ايه عندك وايه خطتهم بالزبط هو هنا يا جماعة بيحاول ياخد منها حبة معلومات بما انها متصلة من هناك يعني وقتها بتتوه يورك في الكلام وبتقوله بما ان انا المتصلة من جزيرة الاجهد اتخيل بقى وضعها هيكون عامل ازاي وبعدين انا عاوز اقول لك على حاجة الصرافيم كلهم تحت سيطارتي انا دلوقتي فاني اكون عايشة لحد دلوقتي ده مش شيء كبير يعني بعدها بيسألها الشخص ده وبيقول له احنا بقى انا مدة كبيرة بنفكر مع نفسنا وبنسأل هو انت فعلا قادر الواحدك انك تصنع الموذر فليم ولا لأ فبتضحك يورك جامل وبتقوله انت كويس جدا على فكرة فعقد الصفقات انا سعيدة اني بعدتهالكم وعجبكم ولكن ايوه انا اقدر اصنع الواحد في حالة واحدة بس لو ستوني اعيش انا وتوليد الطاقة اللي انا عاوزها ودي بتكون في جزيرة الاجهد وكمان بتطلب بالصفقة القديمة اللي هي عاوزها وانها تكون واحدة من التنينين السماوية فبيقول لها مرس تمام احنا هلرتب لك ده كله بس الاول لازم تخلاصي من اللي عندك دولة وتيجي هنا لكن فجأة بيلاقي يورك بتعيي الجامل وبتقول له منكزوني لوفي وجمعته هنا وهيقتلوني دلوقتي وساعتها بيظهر معانا لوفي والبقيين وبيكون زوره قاعد على يورك وحاطة السف على رقبتها وبيكون يوسوب موجه هو كمان الدندنوش عليها علشان تتكلم يعني يا جماعة كل اللي حصل ده كان فيلم من طاقم لوفي ووقتها بيعرفوا الطاقم والبقيين انه هم دلوقتي متحصرين من كل مكان بياخد لوف المايك من يوسوب وبيكلم جروسي وبيقول له مرحبا انا اسمي مونكي دي لوفي الراجل اللازل سياخده ملك القراصنة بيعرفهم لوفي انه هو دلوقتي متحالف مع الدكتور فيجابانك ولو انتم قدرين حياة يورك ومش عاوزيننا نقتلها اسحابوا كل الصفن بتاعكم من السواحل اللي برا بيحول واحد من الجروسي ان استادر لوفي وعايز يعرف هم كام شخص موجودين هناك وفين بالزبط في الجزيرة لكن على طول بتقول له نيكروبين اقفل الاتصال يا لوفي ايه الكلام ده مش هينفع مع الناس دول وفعلا بيقفل لوفي الاتصال بيقول لهم لوفي انه كان بيحاول يخوفهم علشان يسحابوا كل الصفن بتاعتهم من برا لكن يصب بيزعاله وبيقول له يا ابن هو انت عبيت ولا ايه عمرهم كانوا هيعملوا حاجة زي كده اصلا ما تستهنش بالبحرية مرة تانية في اللحظة دي بنشوف رد فعلك يظهره وهو بيكون مستغرب اوي وكمان جنود البحرية بيقولوا ان لوفي بقى بيجسد الشر فعلا وكمان بنعرف ان صاحب الجريدة مرجز ووبل وفيفي بيسمعهم هم كمان وبيكونوا مصدومين اوي من الكلام ده بيكلم سطر المعباية الجروسي وبيقولهم احنا ممكن ندمر اي شيء في الجزيرة الا تلات حاجات بس لازم دولا ما يتدمروش ابدا اول حاجة وهي سلامة يورك وتاني حاجة هو ارشيف بانك الدماغ الكبيرة بتاعت فيجا بانك اللي فيها كل المعلومات والاختراعات على مدار السنين اللي فاتت وتالت حاجة هي محطة توليد الطاقة علشان بعد كده نعرف نصنع الماظر فليم بعدها بيطلب نائب الاديمرال دوبرمان من الكديس ساترون انهم يحط الاولوية في مساعدة السايفر بول وبقية العملاء اللي محبوسين هناك لكن بيقولوا ما تهتمش بالناس دول وانهم ما بيفرقوش معانا نهائي لان البشر ما بتختلفش كمتهم عن بقية الحشرات فحتى لو ماتوا هيجيوا ناس غيرهم وهو بيقصوكم انتوا يا شباب مش انا يعني يعني من الاخر يا جماعة الجروس ما بيهتموش باي حد خالص غير امورهم وبس بعدها بنشوف نامي وهي ناس ده ضرب في يورك وبيكون متضايقة منها جدا على خيانتها ليهم وبنعرف كمان ان في نسقطين من فيجا بانك ماتوا اللي هما شاكوا في جورس بسبب خيانة يورك بعدها بنشوف لوتشي هو قاعد بيتكلم مع نفسه بس مش عارفين هو بيتكلم مع نفسه ولا مع حد تاني فبيبصلوا كاكاو وبيسأله انت بتتكلم مع مين لكن لوتشي بيرد عليه وبيقولوا ان هو بيتكلم نفسه ومش بيكلم حد في اللحظة دي بقى بيتصل اسوب بالقابو تحت وبنعرف ان هو بيتكلم عملاء السايفربول اللي كانوا محبوسين في المختبر من تحت وبنشوف انه هما فرحانين جدا وبياكلوا جامد قوي علشان ما اكلوش بقى لهم شهور يعني ازاي بقى مش عارف بصراحة المهم بعدها بنشوف كمان السرافيم وكلهم محبوسين داخل الفقعات بيشرح في جابانك عن الفقعات اللي هما محبوسين فيها وبيقول انها مصنوعة من نفس الدرع اللي بيستخدمها البسافيستة الجديدة علشان كده هما مش قادرين يدمروها لانها بتعمل ضد مستخدمين فواكه الشيطان وكمان عندها مناعة قوية جدا ضد الانفجارات بعدها بنشوف فرانكي وهو بيشكر السينيك لانها حررتهم من التحجير وده بعد ما لوفي طلب منها انها تفك التحجير لانهم اصدقائه وبنفهم من الفريم انها معجبة بلوفي جدا وما تقدرش ترفض له طلب بيقول في جابانك انه هو مش فاكر انه برمجها على حاجة زي كده او انها تسمع كلام لوفي اصلا لكن بيدحك جيمبي وبيقوله ان بوهنك الحقيقية هو عقف حب لوفي وبما ان الصرافيمة ديه نسخة مطابقة من بوهنك الحقيقية فمنكن تعمل اي حاجة لكن باستثناء لوفي لانها بتحبه جامد جدا في اللحظة دي بتعرف اطلس فيجابانك انها مش عارفة تفتح كوبة الحدود وكمان كلمة السر متغيرة فبترد عليهم يركب وبتضحك جامد وبتقولهم ان هي اللي غيرتها وانها مش هتعرف اي حد عليها خالص لان ده يعتبر درعها هي والتنانين السموية لكن باللاحظ ان فيجابانكا اصلا مش مهتم بكلامها وكأنه يقدر يختارك كلمة المرور في اي وقت بعدها بيكلم نامي وبيقولها انت الملاحة صح فبتقول له ايوه بس المشكلة ان البصلة اللي معاها حاليا مش محددالها اي اتجاه ممكن يروحوا فيه من ساعة ما خرجوا من بلدوانه وبيتقول انها هتضطر تاخد اتجاه من المتسجل في البصلة حاليا وهي شمال شرق الجزيرة فبيقول لها فيجابانكا اه تمام على فكرة ده بيكون اتجاه جزيرة الباف اختيارك حلو يا نامي ساعتها نامي اصلا بتكون متفاجأة وكمان لوفي وقصوب وبيكونوا مش مسدقين انهم اخيرا هيروحوا الجزيرة اللي كان نفسهم يروحوها من زمان بيبصلتش جمد وبغضب على ستوسي لكنها بتبصله وبقول له ما تفضلش تبصلي كتير كده انا عارف ان انت غضبان مني بسبب اللي انا عملته ولكن انساه في الوقت الراهن بيشرح بقى فيجابانكا ان سفينتهم موجودة في طابق معمل الابحاس اللي فوق وبما ان الجزيرة ملفوفة كلها بالبحرية فمش هنعرف نخرج من المينة بالسفينة بتاعكم علشان كده احنا لازم ناخد فيجورس واحد وانتير بيش شرق الجزيرة ولكن في مشكلة برضو لان الالف فيجورس ما بيقدرش يتير خارج الجزيرة بسبب المجال بتاعه ولو خرج من الجزيرة هيسقط وهيكون عبارة عن روبط خردة والفكرة بقى هنا كمان ان اكيد البحرية مش هتسبنا نعمل كده وهيطلقوا علينا النار واكيد هيضمرونا من تحت وقتها فرانكو بيقول له ما تقلقش لو تعرف بس تنزلنا في المية انا عندي السفينة قادر يخليها تطير كل واحد بس بعيدا عن البحرية وكده مش هيقدروا يمسكون ابدا بيتفاجئ فيجابانك وقتها من كلام فرانكي ولكن الفكرة بتعجبه على طول وبيجرأ على الال علشان يختارك كلمة السر بتاعت الكوبة الدفاعية بتجري لليس ولوفي وبوني علشان ينقلوا السفينة لاتجاه التاني من الطابق وبيكون لوفي وبوني متضايقين انهم هيمشوا من هنا علشان الاكل هنا الطعم محلو قوي بيسأل لوفي بوني وبيقول لها انا شايفك النهاردة متغيرة هو في حاجة حصلت ولا ايه فبيتقول له لا مفيش حاجة وانها بس مرتاحة لشان هي تخلت عن فكرة انها تقتل فيجابانك فبيقول لها لوفي تمام ده احسن حل انت اخدته علشان انت بصراحة كنت مزعجة جدا لان الكل شوية عما لا تبكي بعدها بنشوف البحرية وبيكون جالهم اتصال من اللوتشي وعرفهم كل اللي حصل هناك يعني لوتشي لما كان عامل نفسه بيتكلم مع نفسه كان بيبعد كل اللي بيحصل عنده للبحرية تحت بيدخل كيزارو عند جروسي فبيسأله ساترون انت سمعت المعلومات اللي جات لنا ولا لا فبيقول له كيزارو ايوة وكان بيتكلم بغرور وقتها وبيقول ان كبعة الكوشي من شوية كان عما لي يتكلم بتقبر وانه مسيطر على الوضع وكل حاجة ولكن احنا خلاص فهمنا خطتهم وهنضمرهم فورا بيقمره ساترون ان يختار كوبة الحدود عن طريق فاكهته لان كده كده كوبة الحدود بتعمل بالليزر وكيزارو هو الضوء فممكن يقدر يختاركها بدون ما يعطلوها بيقول لكيزارو تمام انا ممكن اعمل كده فعلا ولكن في مشكلة تانية وهو صديقي سنتمارو اللي بيحرص في جابانك من تحت ده مش يخليني اعدغ لما يكون في كتال ما بيننا ولو هجمنا عليه فاكيد سنتمارو هيؤمر البسافيستة الجديدة والوحوش المسلحة انهم يهجموا علينا هما كمان وبيعرفوا انهم يقدروا يهجموا على الوحوش المسلحة ويفجروها كمان ولكن المشكلة الاكبر هي البسافيستة الجديدة لان دول عندهم دروع بتحميهم من الانفجارات والضربات القوية هنا سطر بيمسك دماغه وبيقول ان الامر معاقق جدا وبيسأل كيزارو في اخبار عن محطة توليد الطاقة ولا لا فبيقول له ايوه وكمان عرفنا مكانها وبيقول ان روب لوتش ده شخص ماكر جدا بعت لنا كل المعلومات اللي احنا عاوزين نعرفها بعدها بنشوف القادة اللي برا وهم خلاص قرروا يهجموا على وحوش البحر وكمان كيزارو بيستخدم سرعة الضوء بتاعته وبيقدر يدخل بسرعة كبيرة جدا لجزيرة الاكهيد وبيروح يضرب سنتمارو ضربة قوية جدا لكنه بيقول له انه كان مستعد لها جدا لانه عنده اقوى تفاع في العالم في اللحظة دي بقى بيكون وصل التلاتة بتعنى عند السفينة بتاعتهم وبيحس الضوء جاي من الاسفل قوي جدا وبيقول له في انا حاسس ان في شخص قوي جدا دخل الجزيرة في نفس اللحظة بقى كانت البسافستة الجديدة عمالة تهجم على صفن البحرية وتضمر فيهم وكمان وحوش البحر بتضمر الصفن معاهم ساعتها بقى بيتحركوا نواب الأدمرارات وبيحجموا على وحوش البحر وعلى البسافستة الجديدة بتكنية المش على الهواء وبيقدروا انهم ينزلوا على شاطئ الجزيرة هما كمان وفي المختبر فوق بيكونوا شايفين المعركة الكبيرة اللي دايروا وشغالة تحت بينخض منها أسوف جامل لكن بيتامينو في جابانك وبيقولوا انه طالما سنتمارو لسه حي وقادر انه يتحكم في البسافستة فدفعات الجزيرة دي هتكون قوية جدا وابنعرف ان شراحة التحكم في سلطة البسافستة الجديدة هو سنتمارو سلطته بتكون أعلى من الجروس بذات نفسه علشان كده الأدمرارات والجروس ما يدروشي وقفوهم تحت بالأوامر بتاعتهم ساعتها الطاقم بيخافوا جدا أول ما بيشوفوا كيزارو وحتى بروك بيقولوا ان بسبب انه شاف كيزارو بس مرة تانية ده فكروا باللي حصل فقر خبير شوبندي بيعيط في جابانك وقتها وبيقولوا انه عارف ان المعركة دي قاسي عليك جدا يا سنتمارو ولو انت هربت دلوقتي فانا مش هلومك أبدا وفعلا بتشوف سنتمارو بياخد ركلات وهجمات كوية جدا من كيزارو تحت لدرجة انه خلاص ما بقاش قادر يستحمل بيقولوا كيزارو استسلم دلوقتي وانجب حياتك لكن بيقولوا ما ينفعش دلوقتي يا عمي انا قطعت وعد الكبعة الكوتش اني هحمي فيجابانك باي تمن وبسرعة بيجري يمسك الفاس بتاعه وبيتير في الجو على كيزارو وبيقطع النصين وبيقولوا انا مش ههرف في اي مكان وهتحالف مع اي شخص في العالم ده حتى لو كان كرصان بس المهم يقدر يحمي ويخرج فيجابانك من الجزيرة ديت بعدها بنشوف لاشباك لسنتمارو هو صغير مع كيزارو فيجابانك وبنشوف سنتمارو وانه كان قوي جدا وهو صغير وقدر يهزم تلاتة من الدببة لوحده وبعدها بيلاقي فيجابانك وكيزارو في الغابة ومش عارب بصراحة اسم الغابة ايه او هي تابعة لحكومة العالم ولا لأ بس اللي يخلي ادمرال في البحرية زي كيزارو يجي على الجزيرة دي علشان يحمي سكانها من الدببة يبقى اكيد تابعة للتنانين السماوية المهم بيأتف عليه فيجابانك وبياخده يشغاله معاه وبيخليه حرصه الشخصي هو براتف في الشهر كمان بيفرح سنتمارو جدا من الموضوع ده وبيروح يتصاحب على كيزارو وبينديله بعمي وبيطلب منه انه يدربه علشان يقدر يحمي فيجابانك بعدها بنرجع من الفلاش باك وبنشوف كيزارو هو بيدحك مع سنتمارو وبيقول لنا دربتك وقتها بجدية وبكل اللي عرفه لكن سنتمارو بيرد عليه بضربة قوية جدا بتطير كيزارو في الجو لكن بتشوف ان كيزارو ما حصلوش اي حاجة وبيرتفع هو وبيدي شعاع جامد جدا بيدمره في الارض بينزل بعدها كيزارو على الارض وبيمسك في ايديه شريحة التحكم بتاعت البسافيستة الجديدة وبيقول لهم بما ان المتحكم اللي قبلية فقد الوعي فانتم دلوقتي هتنصاعه لأوامره وزعتها بيدي أوامره للبسافيستة الجديدة انهم يتعاونوا مع البحرية ويدمروا حوش البحر وفعلا بيشوف ان البسافيستة انصاعوا الأوامره وبدأوا في تدمير وحوش البحر كليا بينفزوا عصوب من المشهد اللي شايفه وبيكونوا مش مصدقين ان سنتمارو تهزم بيفضل فيجابانك وقتها يعاية على سنتمارو وبيكون حازين عليه جدا وبيقول انا مش لازم اضيع اي وقت وبيحاول ان يختار الجهاز الكمبيوتر علشان يعرف كلمة السر بتضحك عليه يورك جامد وبتقوله انه مش هيقدر يختريكها لانها هي كمان بتكون واحدة من فيجابانك بيكلم فيجابانك الطاقم وبيقولهم ركزوا معايا كيزارو مصنوع من الدوق وممكن في اي لحظة يعدي من الحاجز ويدخل لنا هنا بينفزع عصوب جامد وبيقوله يخرب بيتك يا عد فين ده الواحده ده كان هيبدنا في الماضي وفعلا بيحصل الحدث المعجزة واللي كان خايف منه برضو فيجابانك كيزارو بيستخدم سرعة الدوق بتاعته وبيختارك الحاجز وبيخش جوه الكوبة الدفعية بتسهولي لسل الال في جورس وبتاخد سفينة الطاقم وبتطلع تجري بيها علشان تروح اليمة التانية من الطابق بيطلع كيزارو قدام سجلات بانك وبيفتكر كلام الجروسي معاه لما قاله ان فيه تلات حاجات قصوى لازم ما يدمرهمش نهائي واول واحدة هي محطة الطاقة والتانية سجلات بانك والتالتة هي يورك وبيقول ان التلاتة دولة لازم يحافظ عليهم بأي تمن ولكن هو كان نفسي يحط في القائمة دولة اصدقاؤهم كمان ولكن للأسف مهمة القصوى دلوقتي وهي انه يقضي على الدكتور فيجابانك بعدها بنشوف المختبر ويصوب بيكلم لوفي وبيقوله بسرعة على هنا لاينا ان قزره تسلل ودخل كوبة الدفاع ولكن فجأة وفي جابانك ووقف بيختارك كلمة السر بيجروا لوتش عليه بسرعة قوية جدا وعاوز يقتله لكن ستوسي بتشوفه وبتروح تاخد الضربة مكانه وساعتها بنشوف انها وعت على الارض ومش عارفين هي ماتت ولا لس عايشة بسرعة بيفكر سانجي وبيروح ياخد سلاح الفقاعات من نامي وبيعمل فقاعة كبيرة جدا على كاكاو علشان ما يساعدش لوتشي ولا حاجة وساعتها بيشتبك لوتشي مع زورو بهجوم قوي جدا بيقول له زورو انت كنت اكيد مستني اي حد ييجي هنا علشان يساعدكم وبعدها تخضروا بينا فبيرد عليه لوتشي وبيقول له ايوة انا وكيزارو دلوقتي هنقدر نقتلكم كلكم بيقول له زورو انت شكلك كده انت مش عارف انت بتتعامل مع مين علشان كده بتقول الكلام ده وساعتها بيهجم عليه بهجوم قوي جدا بيطلعوا به بره المختبر بيوصل وقتها كيزارو فوق الكوبة عند مكان لوفي وبيشوف الالف جرس شايل السفينة وبيجري بيها وبيقول لنا دلوقتي فهمت ان ليه ما شفتش سفينة كوبعة الكش موجودة في البحر تحت لانها كانت موجودة هنا طوال الوقت لكن فجأة لوفي بيحس بكيزارو واقف راهم وساعتها بينزل قدامه وبيقول له احنا ما شفناش بعض من وقت كتير يا كيزارو وساعتها بيروح يهجم عليه بهجوم قوي جدا لكن كيزارو بيقدر يصده بيقول له كيزارو انت لسه واقح زي ما انت يا كوبعة الكش وما تغيرتش لكن لوفي بيقول له لا احنا تغيرنا بمئات المرات عما كنا عليه قبل سنتين بعدها بنرجع له كومة في المرجوة وبنشوف انه تلق خلاص عند التانينين السماوية فوق ولكن الحراسي الهناك بيقدروا يمسكوه ويقيدوه وبيقول له انه مش يروح في اي مكان وساعتها كومة بيغضب جامد وبيجم عليهم بكورة من الصدمة وفعلا بنشوف انه ضمر المكان كله لكن فجأة بيظهر قدامه شخص وبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا كومة ايه الدمار ده ما حصلش قبل كده على مداري التاريخ وساعتها بيظهر معنا اكاينو وهو اللي كان بيكلمه بيدخل واحد من التانينين السماوية وبيكون متعصب قوي وبيطلب منه ان يرجع كومة زي ما كان بيكلم اكاينو كومة وبيقول له اسمعني كويس يا كومة لو احنا ما قدرناش تتحكم فيك فما فيش قدامنا غير طريقة واحدة وهي انخلص على شخص زيك انا مش عارف ايه اللي حصل لك فجأة ولكن من المفروض ان وعيك متلاشئ من فترة طويلة جدا فليه انت بتتصرف كده دلوقتي بالشكل ده وكمان انت عاوز تروح فين وسعتها بيهجم عليه اكاينو بالبركان بتاعه وبيقدر ان يسيبه فعلا ولكن ما بيقتلوش بيستجمع كومة طاقته من تاني وبيقوم يجري باقصى طاقة عنده علشان يطير للمكان اللي هو عاوز يروح له بيحاول اكاينو ان يوقفوا بالبركان بتاعه ولكن كومة بيكون سريع جدا وبيتير من قدامه بيستغرب اكاينو جامد وبيفتكر انه لما ابض على ابوني في جزيرة الخبير شبوندي وبيقول لها ان ابوها وعي تلاشئ بالكامل ودلوقتي بقى اسلاح بحري للبحرية وكمان هو اللي طالب مننا اننا نعمل ده ساعتها ابوني بتفضل طاعت وما بيكونش مسدقة بيزع واحد من التنانين السماوية على اكاينو وبيقول له انا مش مصدق ان شخص في منصبك زي ده ما قدرش يمسك العبد ده لكن مع ذلك ده كله بنشوف اكاينو واقف وكاينو زعلان او مستغرب من اللي حصل وما بيكونش فهم هو كومة رايح فين او ايه اللي ناوي يعمله بعدها بنشوف جزيرة الايجهيد وبنشوف انه خلاص البحرية ابضوا على الوحوش المسلحة ونزلوا جزيرة الايجهيد وبيحاولوا انهم ينشروا قواتهم في كل مكان علشان يسيطروا عليها بيتحول لوفي لسنيك مان وبيهجم على كيزارو بيتفاجئ كيزارو من قوة لوفي وبيقولوا ان ده المتوكع من الشخص اللي هزم كايدو اكيد انت دلوقتي مش هتكون خصم السهل يا قبعة الكوش ولكن انا مستغرب لك بصراحة انت ليه بتحمي فيجابانك وانت ما تعرفوش اصلا بيقولوا لوفي انا طرحت عليك سؤال قبلها وانت برضو مردتش عليها ليه بتحاول تقتله العجوز فيجابانك بيتركزارو في السماء بعيدا عن لوفي قوي وبيقولوا قتل قتل مين انا مش عاوي زقت الحد ده حتى ان فيجابانك ده بيكون صديقي وفجأة كيزارو بيفعلوا الضوء بتاعه بشكل جامد جدا وبيتير على لوفي وبيدي له ضربة بيطيره بعيد جدا وبنشوف ان بسبب الضربة دي لوفي بيغبط في الآلي فيجورس وهو طير وبيقسبه نصين بيقع منه فرونك والبقيين والسفينة وقبل ما يدركوا ايه اللي حصل بتصرخ عليهم لليس انهم لازم يجروا حالا وفعلا بعد ما بيجروا بشوية بيلاقي الآلي فيجورس بينفجر ولو كانوا وقفين جنبه يعني كانوا هينفجروا معاه بيتعصب فرونك والبقيين من اللي عمله كيزارو بتشتم بوني كيزارو ولكن كيزارو بيسمعها وبيقول لها ازايك يا بوني ما شفتكيش بقالي كتير قوي وبيقول مع نفسه ان الاطفال في الايام دي بيجبروا بسرعة بيقول لها كيزارو انا عارف اللي انت بتحكيدي على فيجا بانك واكيد انت عاوزة تقتليه وانا كمان عاوزة قتله ايه رأيك نتعاون مع بعض لكن هي بترد عليه بهجوم قوي جدا وبتقوله انها غيرت هدفها من دلوقتي وانها مش عاوزة تقتله خلاص بيقول لها كيزارو طيب وبيديها راكلة بالطايرة هي كمان في السقف فوق بيتعصب عليه فرونك من تحت وبيشغل الليزر بتاعه وبيكون عاوز يضربه لكن فجأة بيلاقي كيزارو اختفى من السماء نهائي وما بيكونش فاهم هو راح فين بيسمع وقتها في حلزون الاتصال ان الجسد الرئيس في خطر وبيحاول ان يتطمن عليه لكن قصوب بيرد عليه وبيطمنه بتغضب يورك جامد وما بيكونش مصدق انهم عرفوا كلمة السر بيكلم في جابانك فرانكي وبيقول له خلاص احنا قدرنا دلوقتي نعرف كلمة السر نقلت انتم السفينة ولا لسه يا فرانكي في جابانكي هنا يا جماعة كان بيخلي فرانكي ينقل السفينة اليما التانية من الطابق علشان وقت ما يعرف كلمة السر يركبوا السفينة ويفتحوا الحاجز اللي على كبة الحدود ويتيروا بالسفينة قبل ما البحرية توصل لهم لكن فجأة والحدث اللي ما كانش متوقع نهائي حدث ما كانش على البال اصلا خالص بيظهر قدام في جابانك كيزاروه بشحمه ولحمه وبيقول له انه هو جاي هنا ضمر الآلي في جورس ضمرتي خطة هروبك يا في جابانك بينفزع في جابانكي جامد هو والبقين وما بيكونش مصدقين ايه اللي حصل فجأة ده بيقول لكيزارو انا عاوزك تتفاهم الامر يا في جابانك المهمة دي انا مش بعملها بقرطي والله ولكن انا مضطر اعملها فارجوك ما تخلهاش تطول عليها اكتر من كده لكن فجأة بيظهر لوفي بشكله العملاق وبيكون متحول للجيره خمسة وبيمسك كيزارو بأيديه وبيخرجه من قدام في جابانك وساعتها بنشوف حاجة غريبة جدا بنشوف حاجة اول مرة نشوفها بنشوف الروبط العملاق اللي كان في مكان الخردة بيتواهج وباين ان ستايكس اخيرا بيمسك لوفي بكيزارو جامد وبيفضل يلف به في الهواء وبيرميه عن اخر ايديه بيقول فيجابانك كويس ان نروف الطيارو بعيد يلا يا جماعة خلينا نمشي دلوقتي قبل ما كيزارو يرجع لنا تاني بيتقول اطلس انها عاوزة تنزل تحت في الطابق علشان تسرق سلطة البسافيستا الجديدة لانهم لو ما سيطروش عليها اول ما نفتح الحاجز هيهجموا علينا بالليزر بتاعهم لان ما فيش ولا سلطة اعلى من سلطة فيجابانك على البسافيستا بيقول لها فيجابانك استنيني يا اطلس انا هاجي معاك انا كمان لكن اطلس بتقوله تيجي تيجي فين معايا ده انت اخر واحد المفروض تتحرك من هنا احنا ممكن نخسرك في اي وقت لكن فيجابانك ما بيهتمش بكلامها وبيكلم فرانكي وبيقوله بعد اذنك روح ساعد بوني هي لسه موجودة حية في الطابق الاسفل روح ساعدها بعد اذنك فبيقوله فرانكي تمام حاضر هروح لها دلوقتي بيقول سانجي هو كمان انه هو هيروح لها علشان يسعدهم وكمان جيمبي بيعرف بيجابانك انه هو خلاص جمع له كل الحاجات اللي طلبها منه بنشوف تحت عند البحرية وبيكون العميد ده بيعرف كل الجنود انهم يخلي بالهم من الكرصانة بوني علشان هي معاهم تحت هنا وفعلا في مكان تاني بنشوف بوني انها هاجمت على جنود البحرية وصغرتهم وعجزتهم وبقى مش عارفين يعملوا اي حاجة معاها وبيكون مختبئة ورا صخرة وشايفة سنتمارو وهو مرمي قدامها وبتفتكر لما تخبطت في الحاجز من كيزارو ونزلت في الطابق من تحت ولكن قبل ما طوع على الارض كان سنتمارو وقف ومسكها بأيديه وطلب منها انها تمشي من هنا بسرعة قبل ما البحرية تمسكها وسعتها بتكون قاعدة ومحتارة ومش عارفها تعمل ايه وبيتقول هل المفروض دلوقتي اهرب ولا افضل مختبئة ومليش دعوة باي حاجة بعدها بنشوف زورو هو لسه بيقاطل لوتشي وبيكون المعركة الصخنة قوي ما بينهم اجدعان وبيكون لوتشي متحول لكوة الفهد بتاعته وبيفضل زورو يهجم عليه ولكن هو بيدفع بكل براعة وبيقفوا هما الاتنين قصاد بعض بيقول له زورو مع المستوى ده من الكوة اللي انت فيها لوتشي ماينفعش دلوقتي اخليك تروح تقاتل القائد بتاعي خالص دلوقتي لانك انت اضعف منه بكتير بيدحك وقتها لوتشي عليه وبيقول له انت فعلا ممكن يكون جوابك صح ولكن انا لو قتلتك دلوقتي فهتكون دي افادة لنا كبيرة وهنا بقى انا مش عارف هو جاب السكة دي كلها منين بصراحة يعني انه يقتل زورو دي مستحيل اكيد يعني بعدها بقى بنشوف كيزارو وهو خلاص كان هيعف المية ولكن بيلحق نفسه على اخر اللحظة وبيقسم نفسه الجزيئات من قوة الدوق بتاعته علشان يرجع للجزيرة تاني لكن فجأة بنلاقي الجزيئات دي كلها بتتحول لكيزارو يعني كل جزء من الدوق بيتحول لنسخة منه وبنشوف ان في مئات من النسخ منه وكلهم بيروحوا يهجموا على لوفي بيتفدى لوفي الضربات كلها وبيغفلهم وبيقتلهم بكل سهولة ومع الطريق الكلام لوفي يا جماعة بيقول انه هم كان شبه المجسمات اللي شافها في جزيرة الإجهد يعني هم مش حقيقة يعني بدربة صغيرة منه قدر يدمرهم كلهم ولكن هو واقف فجأة بيتفاجئ ان كيزارو دخل المختبر من تاني ومسك قصب وخلاص هيقتله بيبص كيزارو حواليه ولكن مش بيلاقي في جابانك وبيسأل هو راح فين بالظبط علشان يشوف وقتها ان فيجابانك كان واخد العربية بتاعته ويرب من المختبر قبل ما كيزارو يشوفه وبيكون سانجي ماسك في العربية بتاعته وبيطلب منهم انهم يدخلوه معهم لكن فيجابانك ما بيسمع لهوش وبيفضل مكمل في طريقه وبيكون رايح علشان ينكس بوني وبيقول انه هو مش هيساب البنت الصغيرة دي تموت وهو لس عايش بصراحة هنا يا جماعة انا بشوف ان فيجابانك بيكون خايف على بوني كتير جدا وبيروح كيزارو بسرعة علشان يهجم عليه لكن لوفي بيحاول يتصدى لهجومه ولكن كيزارو بيقدر ان يعمل شعاع ساخن جدا في عيون لوفي بيخليه ما يشوفش اي حاجة قدامه بيعد فيجابانك بالعربية بتاعته عند فرانك وليليس وبيطلب منهم انهم يستخدموا الشجل لحمل السفينة مرة تانية ويروحوا اليمة التانية من الطابق بيركب وقتها فرانك معاه وبيقول له انا هاجي معاك علشان انكسبوني يا فيجابانك بيتلف الاغبار تحت عند البحرية ان فيجابانك عادة من الحاجز ونزل في الطابق الاول عندنا استعدوا خلينا اول ما نيجيه نمسكه على طول بعدها بنشوف اديسون وهو بيكون مستغرب كوبة الحدود فجأة كانت شغالة كويس وبعد كده اتعطلت منه فجأة وبيكون مش عارف هيتصرف ازاي لكن فجأة وبنشوف الحدث الاجمل والحدث الجميل اللي هيحصل بنشوف ان اطلس قدرت فعلا توصل لسلطة البسافيستة الجديدة وبتعرفهم ان حصل تغيير في اوامر الكيادة مرة تانية وان دلوقتي السلطة الوحيدة اللي هتأمركم وتاخدوا منها الاوامر هي سلطة فيجابانك بس انهم يطهروا جميع جنود البحرية اللي على الجزيرة وبفعلا بنشوف ان البسافيستة استمعوا الاوامرها وبدأوا في تدمير البحرية على طول بيحاولوا البحرية انهم يستخبوا هنا وهنا ولكن مفيش اي امل لهم البسافيستة عملين يدمروا فيهم ويطلقوا الشعاع الليزر في كل مكان بعدها بنشوف ان فيجابانك نزل خلاص الطابق والبحرية بتشوفه وهو نازل بتفضل اطلس والرجال اللي معاه ينادوا على بوني في كل مكان بيسأل سانج فيجابانك هو انت ليه بتجري في العربية كده اهدى شوية عشان احنا كده هنقع من فوق فبيقوله فيجابانك ان الغيوم بتاعت الجزيرة عندها خاصية بتمكنها من الالتصاق ببعضيها واطارة العربية اللي هم ركبينها دي مصنوعة من الغيوم علشان كده هم مش هيعول تحت يعني هيفضلوا طيرين فوق او ينزلوا زي ما هم عاوزين ساعتها سانج بيشوف بوني وبيشور لهم عليها وعلى طول بينطوا من الدبابة اللي هم ركبينها وبينزل بسرعة عندها بتقدر البحرية وقتها انهم يحصروا بوني من كل مكان بتتكلم بوني مع نفسها وبتقول الحمد لله ان البسافستة الجديدة دولة بقوا معانا مرة تانية لكن فجأة بتلاقي ان البحرية اكتشفوا مكانها وبيهجموا عليها بتمسك بوني وقتها حاجة وبتحدفهم عليها وساعتها بنشوف جنود البحرية دولة وباين انه ماتوا بتحول بوني تهرب وقتها لكن في بسافستة بيقف قدامها بتستغرب بوني هو ليه وقف قدامها وساعتها بنشوف ستة عجوزة كده واسمها بلو جارس ودي بيكون نائبة ادمرال في البحرية وبتعرفها ان هي مش هتخليها تعدي من هنا لانها بيكون مستخدمة فاكهة شيطان واسمها فاكهة الكيادة والفاكهة دي بيتمكنها ان هي تسوق اي حاجة وتخلي اللي تحتيها يسمع امرها يعني جماعة هي دلوقتي اللي مسيطرة على البسافستة ده وساعتها بنشوف ان البسافستة ده بيهجم على بوني وخلاص هيضمرها بتستسلم بوني وقتها وبتفتكر ابوها لكن قبل ما تضربة تيجي فيها بيوصل سانجي عندها وبيرميها بعيد بيقول لها سانجي انا سمعت ان كوما بيكون والدك ولكن ده مش والدك حاليا ده شخص آلي ولازم تهرب منه بيهجم عليهم واحد من البحرية من وراهم لكن سانجي بيستخدم سرعات الكسوة وبيهرم من قدامه وبيجر بسرعة يمشي على الامر وبيطلع عند فيجا بنك في العربية فوق بعدها بنرجع داخل الحاجز وبنشوف ان لسا المعركة دايرة ما بينلوفي بكيزارو جمدة جدا بيقول لكيزارو عذرني بس انا ما عنديش وقت العب معاك في مهمة لازم اخلصها الاول لكن لوفي بيتحك وبيقول له بالضبط وانا كمان عندي مهمة اني ما خلقش تروح في اي مكان بيعمل وقتها كيزارو ضوء جمي جدا علشان يضرب لوفي بسرعة الضوء ولكن لوفي بيتربو سرعة جدا زي الموتسيكل وبيروح علشان يضربو المعارك من كل مكان فوق كيزارو مع لوفي وزارو مع لوتشي والا 4 دولة اكوياء جدا ومحدش يضاهيهم في الكوة وتحت عند البحرية البسافيستا عمالة ضمر فيهم في كل مكان المعارك شغالة طحن في كل مكان ومش عارفين مين اللي هينجو في النهاية لكن فجأة بيحس جمبي بهالة غريبة جدا وبيستغرب منها قوي وكمان البحرية ونامي وقصب وتشبر بيكون هما كمان حاسين بالهالة الغريبة قوي دي وبصوت مرعب بيعمر البسافيستا كلهم انهم يتوقفوا وفعلا بنشوف ان البسافيستا كلهم اتوقفوا عن الحركة بتستغرب اطلس وبتقولوا ايه اللي حصل ازاي البسافيستا تتوقف كده احنا مفيش ولا سلطة اعلى مننا غير الجروسي بس والجروسي مش موجودين هنا وبفجأة بنشوف دايرة سحرية بتظهر في نص الجزيرة وبنسمع الاخبار بتلفة على البحرية ان اي جند عادي في البحرية وموجود على الجزيرة يرجع دلوقتي علشان الكوديس سطرن هيهبط علامتنا جزيرة ساعتها كل بيكون متفاجئ جروسي في جزيرة ازاي ده كده يعني بيكلم واحد من البحرية كمان وبيقول لهم محدش من البحرية يفضل موجود على الجزيرة الا اللي يكون عنده رضبة عميد بس ساعتها في جبانك ذات نفسه بيكون متفاجئ وسانجي بيبص في الدائرة وبيلاقي فيه حاجة بتخرج منها حاجة مرعبة قوي وفجأة بيلاقي كوديس سطرن بيخرج من الدائرة بس بشكله المرعب بشكل عامل زي شكل العنكبو كده او مش عارف اوصفه بصراحة يا جماعة واول ما بيطلع واحد من البحرية بيقول ايه ده ايه الوحش ده ولكن فجأة بيلاقي من عين سطرن بس بيقتله بمجرد انه شافه فقط لغير ساعتها بون هي كمان بتستغرب وبتقول احنا لازم ان نطلع للاعلى بسرعة لكن كيزارو بيشوفهم وبيكون عاوز يضربهم بالليزر بيجرى عليه لوفي علشان يمنعه وبيكبر ايده جدا وبيغبط كيزارو في دماغه بيخلي دماغ كيزارو تتمطي جامع جدا لكن بعد الضربة ديه لوفي بيفكت كوده وبيبدأ يقع بيشوفه سطرن من تحت وبيقول نيكا بيفضل ساعتها سطرن وقب بيبص عليه وبيشوف لوفي هو هينزل فين بالزبط بينزل لوفي على الارض وبيكون جايب اخره وخلاص لسانه طلع بره بقه وجعان اوي بتاع العربية بتاعت فيجابانك هي كمان وبيعبقوا حظهم اللي سود قدام سطرن بالزبط بيفوق فيجابانك قدام سطرن وبيكون عارفه بيقول له سطرن ان افتكرتك ان مدت من بدري يا فيجابانك ولكن طلعت زيما انته لسه عايش بتخضب بوني جامل جدا اول ما بتشوف سطرن وبتفتكر كلام سطرن مع فيجابانك لما قال له زمان انه عاوزه يحول كومة لسلاحه بس وما يكونش فيه اي وعي انهائي بتمسك بوني وقتها سيف وبتجري بسرعة جدا بترشأه في صدر سطرن هي انها ربيض ودي بصراحة حركة انا احيي بوني عليها شخصيا لانه مفيش حد في العالم الجرى ان يعمل حركة زي ديه بتجري الجنود برا الجزيرة وبيكونوا خايفين اوي من الصواعق والهالة بتاعة الكديس سطرن وبيقولوا بيتحرك ادمرال لو في حد دايق تنين سماوي فما بالك بقى ان السلطة الاعلى في العالم كلها هي بذات نفسها اللي موجود معانا على الجزيرة هم بيقصدوا ان كل البحرية هجلهم دلوقتي وهم ماينفعش يكونوا في المعركة ديه بيبص سطرن جامل جدا لبوني وبيقول لها انت بتعمل ايه بيتخضوا قادة الجنود وبيجاهز اسلحتهم علشان يهجموا على بوني وبيكونوا خايفين اوي للكديس يكون حصلوا حاجة لكن هو بيبصوا لهم بغضب شديد جدا وبيقول لهم توقفوا ايها الحشرات لو انا كنت عاوزة وقفها كنت وقفتها يعني انا اللي سيبها بملكة اراضتي بيبصوا سطرن جامل جدا لبوني وبيمسكها يفعصها في ايديه بيجرس انجي عليها علشان عاوز يلحقها لكن سطرن بيبصوا له نظرة واحدة بس بيترميه في الارض بيخرك سطرن السيف اللي كان مرشوق فيه ولكن فجأة بنشوف الدم اللي خرج منه بيدخل تاني والجرح بيرجع زي مكان وده بقى بيخد فرانكي جامل جدا وبيقول شقم بتتحرك الجنود وعاوزة تمسك فيجابانك لكن سطرن بيقولهم خليكم مكانكم ايها الحشرات لكن خليكم بعيد شوية علشان لو هربوا ولا حاجة تقدروا تمسكوهم بيترمي كيزارو على الارض جامل سطرن وبيشوفوا السطرن وهو رائد وبيقولوا من الغريب انك استغرقت الوقت ده كله يا كيزارو كنت المفروض تنهي عليه من بدري ساعتك كيزارو بيرد عليه وبيقول له انا اسف جدا انا عارف اني ما عنديش اوزر دلوقتي ولكن ارجوك اديني بس دقيقة واحدة وانا هتحرك بعدها وساعتها بيشوف سطرن هو كمان لوفي وهو بيكون مرمى على الارض وبيقول له خلاص استريح انتك كيزارو انا فاهم السبب انهاجك ده بيحاول سطرن وقتها ان يقتل لوفي لكن بيجري فرانكي عليه وبيضرب لوفي بالبنية بيديق علشان يبعده عن الضربة وبيرجع بعد كده يمسكه علشان ياخده ويجري به بيتحك سطرن وقتها وبيقول لهم هكذا ازا انتم يا قراصين الكبعة القش بتعيشوا بس بروح التعاون مع بعض لكن فرانكي بيرد عليه بسخرية جدا وبيقول له انا مش مصدق ان واحد بشخصيتك العظيمة دي بيجري ورقائدنا هو كمان بيكلم سطرن وقتها وبيقول ان احنا ما كناش عاملين حسابنا ان لوفي كبعة القش وبوني هيدخلوا في الموضوع ولكن مصيركم ومصير الجزيرة دي هو الهلاك وبس وبيكلم فيجابانك وقتها وبيقول له انا حزين جدا عليك يا فيجابانك ولكن انت اللي اخترت انك تخنى ولكن شكرا ليك جدا على كل الحاجات اللي قدمتهنا وساعتها بيهدد الكل انه هيقتلهم كلهم ويخليهم يندموا اشد الندم علشان بس انهم تجرأوا يخونوا حكومة العالم وبيمسك ببوني وقتها وبيقول انا مش فهم البشر دولة ليه بيستمروا بالفعل الحاجات اللي احنا مش عاوزينهم يعملوها ليه ما بتسمعوش الكلام وتتوقفوا عنها بيقعد سانجي وقتها هو وفرانكي وفيجابانك وبيكونوا مش عارفين يتحركوا وبيكونوا مستغربين هما ليه مش قادرين يتحركوا كده بيقول فيجابانك ان ده اكيد اثار القوة بتاعت ساطرن وان اكيد ده مش معمول حاجة بالعلم ولا حاجة بل اكيد ومليون في المية ان القوة اللي عنده دي هي قوة فاكهة شيطان بلا ادنى شك عملت خطأ كبير جدا اتجاه العالم من زمن طويل جدا ويعتبر كومة من بقاية هذه العشيرة العشيرة دي كانت معروفة باسم عشيرة الباكونير بتسمع بوني وقتها في دماغه وبتفتكر ابوها لما قالها انه لما كان صغير كان بيحلم انه يكون بطل ويحرر الناس زي ما كان بيعمل محارب التحريرنيكا ساعتها ساطرن بيرفع بوني في الجو وبيكونوا جنود البحرية مصابين اسلحته معاوزين يقتلوها بتفتكر بوني لما بوها كان بيرقص معها وبيكون فرحان جدا بيزرخ جامل جدا هو في جابانك وبيقول لهم بطلوا غباء دي لسه مجرى الطفلة هل فعلا هتقتلوها؟ بتفتكر بوني وقتها الزكريات اللي شافتها على الجزيرة والذكريات دي من 47 سنة في مملكة سوربت وده يا جماعة الفلاش باك اللي بيكون بتاع كومة والتنانية السماوية وكراصينة الروكس وحرب فواكه الشيطان يعني بنشوف قبل 47 سنة في مملكة سوربت اب وام ربنا رزقهم بتفله وبيسموه كومة ولكن الاب ده بنعرف ان هو والام من سلالة معينة وبيطلبوا من الطبيب انهم يخلوا الامر ده سر جدا فبيقول لهم الطبيب حاضر من عيون الاتنين وانه مش هيجيب سيرة لاي حد خالص ولكن بطريقة ما بعد فترة من الزمن بنشوف ان البحرية عرفت بامر سلالة الباكونير دي اللي منهم كومة الصغير وابوه كارب كارب هنا بيفضل يتوسلهم انهم يسيبوا حتى مراته وانها ملهاش زنب بأي حاجة ولكن البحرية ما بتسمع لهوش وبيخضوهم هم التلاتة وبيخلوهم عبيد عندهم وعلى الرغم من ان كومة لسه صغير الا انه كان بيتمتع بقوة هائلة لانه من سلالة الباكونير سلالة الباكونير دي يا جماعة احنا ما نعرفش عنهم هم اقترفوا ايه من جرائم ولكن التانيني السماوية بيقولوا انهم اقترفوا جريمة لا تختفر ضد البشر علشان كده هم بيستحكروهم وبيخلوهم عبيد عندهم منذ الولادة حياة كومة كلها كانت عذاب وضرب وقلم وإهانة وكل حاجة حرفيا وما فيش رحمة ابدا ولكن الوحيد اللي كان بيهون عليه هو ابوه وبيقولوا ان السيده بيعامله بطريقة كويسة علشان ما يخوفش ابنه اكتر من كده في وسط هذا الكلام بينهم قرب بيعرف كومة انه امه ماتت وزهبت الى الجنة هنا كومة انفجر من البكاء وبقى بيعيد بشدة وبيقول لابوه مش احسن اننا نموت بدل العذاب ده يا ابي ابوه هنا بيبدأ يهديه وبيقول له انه لازم يعيش مهما كانت الظروف لان في محارب هيظهر هو اللي هيحرر العبيد وهينكزك المحارب ده اسمه حاكم الشمس نيكا المحارب ده اكيد في يوم من الايام هيرجع للبحر تاني وهينشر ابتسامته للناس زي ما كان بيعمل الاسم ده يا كومة حافظ عليه كويس لان الاسم ده كان بينتقل من جل لجل في عشيرة الباكونير كومة هنا فرح وبدأ يبتسم من جديد على اساس ان المحارب هيظهر له مع الايام الجاية ولكن بيسمعهم واحد من التانيين السماوية وبيضرب ابو بن نور قدامه وبيقول له اياك انك تقولي الكلام ده مرة تانية وهنا بقى كانت الصدمة التانية لكومة لان ابو اللي كان بيهون عليه عذاب الايام مات هو كمان بتعد تسع سنين وبنشوفها على جزيرة الجود فالي بتقوم مصابقة بيعملوها التانيين السماوية كل تلات سنوات المسابقة دي او اللعبة اللي بيعملوها التانيين السماوية هي انهم بيختاروا جزيرة ما تكونش تابعة لحكومة العالم وبيعملوا عليهم سابقة لاستياد البشر يعني البشر الاصلين للجزيرة بيكونوا زي الارانب في نظر التانيين السماوية وطبعا بيقتلوا عدد رهيم من البشر ومنهم اللي بيتاخك كعبيد لهم وكمان بيكونوا مجمعين اعراق كتيرة من العبيد اللي عندهم علشان يكون عليهم نقاط اكتر من البشر العاديين واللي هيقتل كتير من الناس ويجمع نقاط اكتر هياخد جوايز كتيرة وقيمة اوي حاكم الجزيرة هنا بيعترض وبيزعى مع التانيين السماوية وبيقول له انت ازاي تعمل حاجة زي كده دي دولتي ارجوك حاول اعادة النظر مرة تانية لكن فجأة وبدون سابق انذر بين اتعراسه وبيطلع ان العمل ده هو القديس في جرلندا وده بيشبه شانكس جدا وهو ظاير وفي اشعاع كتيرة بتقول من الناس على اليوتيوب ان ده بيكون والد شانكس المهم لما بيطع راس الحاكم ده واحد من التانينين السماوية بيزعق له بيقول له انت ماينفعش تيت لحد دلوقتي قبل ما الصيد ما يبدأ بيقول له في جرلندا انه هو مش مهتم سواء بدأت او لسه ما بدأتش لكن التنين السماوي ما بيعجبوش الكلام ده وبيقول له انه هو هيخصم عليه الف نقطة من نقطه لما يجبهم علشان يكون في عادل ما بين التانينين التانيين قال له تمام ماشي اعمل اللي رايحك بعدها بنشوف سطر انه هو بيكون معاهم هو كمان على الجزيرة وبيجيلوا العملاء دولا من وراه وبيعرفوا انهم قدروا يمسكوا الولد اللي كان بيحاول يهرب وطبعا احنا عارفين انه بيصد على كوما علشان الفلاش بك ده جه في الانمي من ذكرية كوما اللي كانت بتشوفها بوني المهم بعد ما ممسكوا العملاء دولا كوما هو راجعين بيه بيقابلوا في وشهم ايفانكو وبنت تانية اسمها جيني وبيكون ايفانكو عارف انه كوما من عشيرة الباكونير وبيقوله ان سيتم سمع في كل مكان وانه عنده دماء من العمالكة ولازم يعيش حتما بتبدأ التانين انهم يطلقوا البشر المميزين والمدنيين علشان يستخبه وبعد الساعة هيتم اطلاق متين شخص من نبلاء العالم في استياضهم وقتلهم وبيكونوا حطين مكافأة كبيرة مقدرة بعشر تلاف نقطة للهيئة الواحد من الاعراق المميزة وكمان اللهيئة الشخص واحد من طلقة واحدة او ضربة واحدة هياخد مكافأة فاخرة جدا طبعا كل النبلاء بيكون حطين عينهم على فيجرلندا وبيتوعدوا له انهم مش يخليه يكسب المسابقة دي ابدا لكن فيجرلندا بيستفزهم بالكلام اكتر وبيقولهم هاتوا كل اللي عندكم بتبدأ البشر انها تجري وبيكونوا مخنوين قوي ومش مصدقين ايه اللي بيحصل معهم ده بيحاولوا شوية من التانيني السماوية انهم يطلقوا عليهم النار لكن الحاكم بيوقفهم وبيقولهم انهم يحترموا النظام وبعد ساعة يقتلوا زي ما هم عاوزين في اليمن التانية بقى بنشوف مقر البحرية بنشوف قائد الاسطول بيكلم جرب وبيقوله انه لازم يروح جزيرة الجودفليه حالا علشان يحمي التانيني السماوية اللي هناك بيعتار الجرب في البداية وبيقوله منتوا اللي عملتوا كده لو ما كنتوش اخدتوا كنز جزيرة القرصنة ما كانش ده كله هيحصل بيستغرب قائد الاسطول وبيقوله انت ازاي عرفت بالمعلومات دي لكن جرب بيتوه معاه في الكلام وبيقوله سيبك من الكلام ده دلوقتي انت عاوز مني ايه وبعدين انتو مش معاينين حراس كافيل ليهم ليه عاوزيني انا شخصيا بيقوله قائد الاسطول احنا فعلا عيننا حراسة كافية وكافية كمان ولكن المشكلة بقى والحاجة اللي ما كناش متوقعينها ان جولدي روجا متاجه هو كمان لجزيرة الجودفليه ساعتها بقى هنا الجرب بينط من مكانه وبيقوله طب انت ما قلت ليش ليه الكلام ده بقى من بدري على جزيرة النحل بقى بنشوف انه خلاص تكم الروكس ابحره ومشوا من الجزيرة وبيكونوا رجالتهم اللي في الجزيرة مستغربين هم ليه مشوه ويصابوهم وبيقولوا انهم لازم ان يلحقوا بيهم لان الحدث ده هيهز ارقان عالم القراصنة كله بعدها بنشوف صفن البحرية اللي محاطين الجزيرة من كل مكان وبيتكلموا الجنود مع بعض على انهم لو شافوا اي حد بيهرب من الجزيرة هيقتلوه على طول وبنعرف بقى ان الجزيرة دي عليها مئة الف شخص وحكومة العالم لما مواردها بتنفز بيخشوا على جزيرة ما بيكونش يتابع عليهم ويقتلوا كل اللي فيها ويستولوا على كنزهم والموارد بتاعتهم وكمان بنعرف انهم مش بيسيبوا حد عايش ابدا حتى لو نجح لمدة اسبوعين يعني من الاخر كلهم بيموتوا سواء ادروا ينجوه او ما ادروش في نفس اللحظة بقى بنشوف ان خلاص الاستياد بدأ والنبلاء عملين يقتلوا كل البشر اللي قابلوهم فوتشوهم سواء كانوا ستات او اطفال او حتى رجالة كبيرة وبيشرح ايفانكو الكومة هو كام شخص اللي معاه ان حكومة العالم كانت بتخضعهم من الاول وان ما فيش حد يعيش ابدا وانهم لازم يهربوا من هنا باي وسيلة بيتكلم واحد من المدنيين مع ايفانكو وبيقولوا ازاي بس كده ده هم وعدونا اننا لو حد فضل مننا عايش لحد ما اللعبة بتاعتهم تخلص هيسيبونا نعيش وهيدونا مكفقة كمان لكن ايفانكو بيزعى فيه وبيقولوا انه هم بيعملوا اللعبة دي من سنين طويلة وامره ما في حد من الفيزين اتساب عايش نهائي هم بس بيقولوا كده علشان يخلوكم تجروا قدامهم زي القطيع ويستمتعوه بتعذبكم لانهم لو ما عملوش كده انتم هتستسلموه من البداية وبكده اللعبة هتكون مملة ومش هيعرفوه يستمتع كويس في اللحظة دي بقى بنشوف ان في جرلندا قتل كتير من البشر وحصل على مئة الف نقطة وبيكون فيه كاميرات في كل مكان وفي الارض المكدسة بيكونوا شايفين كل حاجة من هناك وبيكونوا فرحانين بقوي بيقطع واحد من البرمائيين كلب شاد ايفانكو وكل الناس اللي معاه بيشكروا ايفانكو وبيقولوا انه ما توقعش ان يكون فاكه قوي كده لكن الشخص البرمائي ده بيقوله عادي واني مفيش حد قبل كده اصلا شقره نهائي بتقول جيني ان مفتاح حربهم من الجزيرة هي الجوائز اللي معه التنينين الساموية وبتعرفنا اني فيه سندوين فيهم فاكهتين شيطان من اكوى فئة فاكه بتحولك لتنين ازرق اسطوري ودي اللي كانت مع كايده وفاكهة نيكيو نيكيو اللي بتمنح صاحبها ان ينتقل لأي مكان او هو واي حد عايزه وبيتقول ان لو فيه اي حد مننا بس اكل فاكهة واحدة منهم هيقدروا انهم يتخلصوا من جنود البحرية اللي محوطين الجزيرة وهيدي للناس ولينا فرصة للهروب من هنا فبيقولها ايفانكو بس ده مستحيل لان جوائز دي في وسط الجزيرة يعني جنب التنيني الساموية بالضبط واكيد فيه ناس بتحروصة هناك لكن جينو بتفاجئنا كلنا وبيتقولهم ان هي محترفة في السرقة والتنصة والاتصالات وانها صربت المعلومات دي قبل واسبعين خارج الجزيرة كلها واكيد فيه ناس من برة او بعضا من القراصنة سموا على الرسالة وهيجوا هنا وهيقلبوا الدنيا بعدها بيلحظوا انهم جعانين قوي وما فيش اي طعام جنبيهم فبيتطوع كوما ان هو اللي هيروح يجب لهم الطعام بما انه هو جسده قوي وهيقدر يستحمل وكمان بيكون خايف عليهم ان فيه حد منهم يموت وساعتها بنشوف جيني وهي بتبصله بصة كلها حب لكن بيتحك في وجه اي فانكو وبيقول له احسنت القول يا كوما واحنا كمان مش هنخليك تموت هنا وهنمشي من هنا مع بعض وفجأة بنلاقي سفينة من صفن الكراصنة بتنفجر وبيشوف واحد من جنود البحرية بالمنظر بتاعه ان كراصنة الروكس هم اللي عملوا كده وجايين في وجههم وما بيكونوش هم بس ده فيه كراصنة كتيرة كمان ومشهورين حول العالم الجنود وقتها بتنفزع وما بيكونوش مصدقين ايه اللي جاب دولة هنا وبيفضل يضربوا عليهم بالمدافع وفعلا بنشوف انهم اسقطوا كام سفينة من صفن الكراصنة لكن سفينة الروكس بيكون ماشية في طريقها ومش هميمها اي حاجة ده كمان قائدهم بيقولهم استسلموا احسن لكم يا جنود البحرية وإلا هنضمركم وساعتها بيكلم اتباعه وبيقولهم اتبعوني يا كراصنة الروكس وفجأة بيظهروا اعضاء الروكس بشكلهم الفاخر والجامد قوي بيتعصب عليه اللحية البيضاء وبيقوله انا من امتى بقت واحد من اتباعك يا روكس احترم نفسك يا احمق بيتقولي البيجمام انها هتكون من نصبة هي وهم هنا جماعة بيتكلموا على فواكه الشيطان اللي موجودة على الجزيرة وكل واحد منهم بيقوله ان هو اللي هيحصل عليها الاول وهو اللي هياخدها النفسه بيزعمها كايدو وبيقولها انت مش هتستفيدي منها بحاجة انا اللي هياخدها مكانك بتقوله استوسي بطل الكلام ده نفيش حد هنا هيحصل على الفاكهة دي غير انا وبنشوف بقية الاعضاء وكلهم بيكونوا عاوزين ياخدوا الفاكهة لنفسهم وبنعرف ان هم مش متنسكين مع بعض بل يعتبر طاقم من الهمج متكون مع بعضه لكن ساعتها كلهم بيعرفوا ان الروكس مش من السفينة وينزل على الجزيرة وده بيدي اللحية البيضاء وكل الطاقم وبيقول اللحية البيضاء ان اكيد روكس مش هيركز على هدفهم ويدور على هدف تاني لكن بعدها بيهد الطاقم وبيقولهم احنا لازم ننزل وراء دلوقتي وبعدين بلاش نتخاني الاول ونشوف الاول هي الفاكهة دي موجودة ولا لأ في اللحظة دي بيعرفوا كلهم ان روجا يتحرك وجاي على الجزيرة هو كمان وساعتها كايدو بيقلق جامد اول ما بيسمع ان روجا جاي هنا لكن البيجمان بتطمنه وبتقوله ما تقلقش انا هحميك لو حصل حاجة وبيقولوا كلهم فسط واحد ان المعركة دي هي اللي هتحسم الجدل مين الاقوى فيهم طاقم جولدي روجر ولا طاقم الروكس وشاكلنا كده دخلنا على معركة من اجمد معارك وان بيس اللي هتحصل دلوقتي بعدها بنعرف انهم راسوا على المينة ونزلوا الجزيرة بيزعى واحد من التانين السماوية في البحرية وبيقولوا ايه اللي انتو بتعملوا دلوقتي ازاي تسمحوا للقراصينة انهم ييجوا هنا لو حصل اي حاجة لنا دلوقتي مين اللي هيحمينا بعدها بنعرف ان في قراصينة كتيرة نزلوا الجزيرة غير قراصينة الروكس ومن ظنهم اللي جه طاقم روجر وما بتكونش البحرية فهمة ازاي المعلومات دي اتسربت فجأة كده بعدها بنشوف طاقم روجر وهو نزل على الجزيرة وبيكونوا كلهم عاوزين برضو ياخدوا الجوائز اللي موجود عليها وبيفضل يتناقش مع بعض ولكن بيهزار وبيقولوا الروجر انه هو مش هياخد اي جوائز علشان هو القائد عليهم دلوقتي لكن روجر بيرد عليهم وبيقولوا مش عاوز منوشكوا حاجة اهم حاجة اني استمتع في اللحظة دي بيشوفهم في جالندا وبيجمع بقية الفرسان المقدسين وبيقولهم احنا اللي هنحمي التانيني السماوية بدل البحرية اللي ملهاش لازمة دي عاملين نفسهم بيحموا الجزيرة وهم ولا بيحموها ولا زفت الوضع فعلا قلبان كل البحرية بتكون خايفة وحتى الناس برضو وفجأة بنشوف تعزيزات للبحرية وسط وبنشوف ان ده بيكون جرب ومعها طبعا الاعضاء بتوعهم وبيكون بيتحك جمي جدا وبيسألهم فين مكان روجر دلوقتي الجزيرة وقتها عمت في الفوضى في الجزيرة دي في اللحظة دي بقى وبطريقة ما بنشوف ان كوما وايفانكو وصلوا عند الجوائز ومسكين الفاكهتين في ايديهم وخلاص بيقرروا انهم هيكلوهم لان دي زي ما قلنا هي مفتاح ناجاتهم لكن فجأة وقبل ما ايفانكو يأكل الفاكهة بتاعته بتوصل عندهم البيجمام وبتضربوا على اخر اللحظة وبتاخد منه الفاكهة وبكون كمان عاوزة تاخد الفاكهة اللي مع كوما لكن بينادع ليه ايفانكو وبيقولوا كلها بسرعة يا كوما وفعلا كوما بينفز كلامه وبيأكل الفاكهة بيفرح ايفانكو جامد وبيقولوا انجاب نفسك يا كوما وروح امشي من هنا بسرعة لكن وقتها بيشوفوا سطرن وبنظرة واحدة منه بس بيدربوه وبيوقع على الارض بيكلموا سطرن باحتكار قوي وبيقولوا ان اي طفل من عشرة الباكونير ما لهمش مصير غير انهم يعيشوا عبادة عندنا او الموت بس وده طبعا اللي قرروا التاريخ بيفوق كوما من تاني وبيسأله هو انت ليه في مكان عاليا واحنا عايشين زي العبيد انا مش فاهم الموضوع ده بالظبط فبيرد عليه سطرن وبيقولوا ان قبل ما الشخص بيتولد بيكون مصيره متحدد واللي بيتولد كعبد ملهوش حق في الاختيار بعدها بيقولوا كوما بس انا دلوقتي حصلت على كوة وقادر ان ننقذ اكبر عدد من الناس المساكين وهعمل كده زي ما عمل محارب التحرير نيكا فبيبصولوا سطرن وقتها بغضب للمكان كله لكن روكس بيكلمه وبيقول له ما تعتراضش طريقة روجر سيبني اعمل اللي انا عاوزه ومن هنا بقى ما بنشوفش اي حاجة تانية غير جزيرة الجودفليه يعني اي معرقة ضارج جوه او ايه اللي حصل محدش يعرف حاجة عنها خالص لان ده يا جماعة هو منظور من ذكريات كوما بس يعني ما شافش كل حاجة كاملة زي ما هنشوفها قدام شوية المهم بعدها بنرجع لمملكة سوربيت اللي تولد فيها كوما وبنشوف ايفانكو هو بيكون متضايق اوي وبيقول ان البحرية دول حسالة الحسالة لانهم ما نشروش المعلومات كلها ونشر المعلومات عن البطل جرب فقط لغير فبتقول له جيني ان اصحاب السلطة بيعملوا اللي هم عاوزينه ومش هنشروا اي حاجة طبعا تضرهم واكيد الصحفي اللي هو مرجس ده حسالة زيهم وبيقبض منهم علشان كده ما نشرش كل المعلومات ومعرفناش ايه اللي حصل في الجزيرة بعدها بعدها بيتغير المشهد وبنشوفهم انهم قاعدين في كنيسة وبيكون كوما قاعد عمال يصليه وبيدعي بيقول له ايفانكو انت هتفضل تدعي لحد يمتى يا كوما اللي انت عملته ده مش شيء هنين ولازم تاخد عليه مكافأة وبنعرف ان كوما في وسط المعماء عادية والحروب اللي كانت شغالة في الجزيرة انقص خمسمائة شخص بقوة الكت بتاعته وبنشوف ان ايديها عليها رسمة الكت وبيقول له ايفانكو ان ديه ايدي التحرير بعدها بيعد الوقت وبنشوف ان كوما قاعد في الكنيسة هو وجيني ولكن ايفانكو بيقولهم ان هو لازم يطلع ويشوف مستقبله برا وانه لازم يستمتع بحريرته الجديدة وبيطلع علشان ينطلق للبحر ويسيبهم ويمشي بيقول له كوما ان هو عمره ما هينسى وشه ابدا وانهم اكيد هيتقابلوا مع بعض وكمان جيني بتقول له ان هي هتفضل هنا واتفكر هتعمل ايه في مستقبلها الجاي فبيقول لهم ايفانكو براحبكم المهم خلي بالكم على نفسكم وبيسيبهم وبيرحر بيكلم كوما جيني وبيقول لهم بما ان انا اصغر منك دلوقتي باربع سنين فانا اللي لازم اعتني بيك واحاول اجيبلك الطعام علشان تقلي وتشبعي وفعلا بنشوف انه بدأ يكسر في الخشب وبياخده علشان يبيعه لكن في عيارين بيرخموا عليه وبيكونوا متضايقين منه وما بيكونوش مسدقين ان كوما عنده تسع سنين بسبب حجمه الكبير ده وبيضربوه بالطوب على دماغه وبعدها بيختفي القلم وبياخد بعضه بيروح علشان يبيع الخشب بعدها بيرجعوا البيت وبيكونوا جايبين اكل جامد جدا وبيعودوا يأكلوا مع بعض بتسأل جيني كوما هو انت بقيت عبدي من امتى فبيقول لها كوما انه هو وكان عنده اربع سنين الحكومة جات ومسكتهم وخلتهم عبيد وقتها وبعدها بيعود عياتهم الاتنين لانهم عمره ما اكلوا لحد ما شبعوا قبل كده وده شيء بيفرحهم جامد جدا بعدها بيعدي تلاتين سنة وبنشوف انه كوما بقى عنده 17 سنة دلوقتي وتعرف في كل مكان في الجزيرة انه راهب عظيم وعنده معجزات انه يشفي الناس وفعلا منشوف ان كل العواجيز او كل الناس اللي عندهم اصابات بقيت بتجيله علشان يشفيهم بقوة الكتب تاعته وبعدها بيدخل الالم في نفسه يعني يا جماعة بيدخل الالم في جسمه وهو اللي بيتحملها ساعتها العواجيز بيطلبوا منه انهم يقولوا كل اسبوع علشان لو عندهم اصابات ولا حاجة يشفيها لهم فبيقول لهم كوما تمام وبيضحك في وشهم لكن بتجيلهم جيني وبتفضل تزعق لهم وبتقول لهم ما تجوش تاني وما تتشرطوش عليه انتم كده كده ما بتدفعوش فلوس خالص فما لكمش حق انكم تتشرطوا عليه ساعتها العواجيز بتضحك في وشها وبتقول له حاضر تمام احنا عارفين ان انت بخيلة قوي علشان كده احنا مش بنجيلك انت لكن انت جميلة وعلشان كده احنا بنحبك وبنعرف ان جيني دلوقتي عندها 21 سنة فبيقول لهم جيني ما تغيروش الموضوع ولكن العواجيز بيفضلوا يضحكوا عليها وان فيه خطاب كتير وعاوزين يتجوزوها وهي اللي كانت رفضة ساعتها بيدخل كوما في الكلام وبيفضل يضحك معهم وبنعرف بعدها انهم لازما يجمعوا اموال كتيرة علشان يدفعوا الجزية اللي عليهم وبيقولوا انه من ساعة ما الملك القديم ما تغير والملك الجديد بقى قلبه قاسي جدا وبقى تحت سلطة التنينين السماوية وبقى بيمشى على خطاهم بالزبط لدرجة ان اللي ما بيدفعش الجزية بيدخلوه في السجن وبيسيبوه يموت بدون اكل ولا شرب بعدها العواجيز بيمشوه وكوما بيودعهم وبيفضل ياخد كمية الالم الكبيرة في جسمه وبيفضل يصرخ جدا من كمية الالم وجيني بتفضل تعيط من برة علشان بتسمع صوته وهو عمال يصرخ لكن بعدها بشوية بتدخله وبيكون فاقد الوعي والدم عمال ينزل منه بتروح وقتها علشان تعالجه وبتفضل تزعله انه مش هينفع يعمل كل مرة كده وبنشوف ان مفيش حد من السكان يعرف ان كومة بيتلقى الالم بتاعهم في جسمه بيقول لها كومة انه هو لازم يعمل كده لانه لو سبها هترجع للناس تاني والالم هيزداد عليهم وانه لما بيعمل كده وبيشوف حد فرحان هو بيكون سعيد جدا من قلبه وبيرجع بعد كده يعتزل لها لانها قلقت عليه وبيقول لها انه هو هيتضرب من تاني علشان يزوج قوته علشان ما تقلقش عليه مرة تانية لكن هي بتقول له ان المسألة مش مسألة قوة المسألة في انه ممكن تفكد حياتك في اي وقت لكن بعدها بترجع تهزر معاه وبتقول له ان المهم انهم حصلوا على طعام كتير بعدها بيعدي خمس سنين وبنشوف جيني وهي بتطلب من كومة انه يتجوزها لكن كومة بيرفض فبتقول له ما تقلقش انا هاحرس انه خليك تكون سعيد معايا فبيقول لها انه عارف انه هيكون سعيد جدا معاها كمان ولكن المسألة مش مسألة كده خالص وسعتها بيفتكر ابوه لما جات الحكومة علشان تقبض عليه وهو كان بيترجعهم ان ابنه ومراته ملهمش اي زنب ولكن الحكومة ما سمعت لهوش واخدتهم برضه وبيقولوا انه مش عاوز يحصل معاه نفس ما حصل مع ابوه بعدها بيروح يعوده وبيكراه مقالة عن جيش التحرير اللي هو الجيش الثور يعني وبيقولوا انه بسببهم في مظاهرات حصلت في دول كتيرة ودلوقت دراغن اصبح مطلوب من الحكومة وبيقولوا انه بيعتبروا بطل ونفسه يكون زيه ويبحر في يوم من الايام ويساعد الناس وبنشوف انه فيها رسان كتيرة جاية وبتقدم لجيني سمك علشان تعجب بواحد منهم بيحاول كومة انه ياخذوا منهم ولكن جيني بتحدف عليهم حاجة وبتمشيهم من المكان بتعدى تلات سنين وبنشوف كومة وبيقول رايح يشتريح حاجة من المدينة وفجأ بيلاقى جنود من المملكة بياخذوا بنات على عيال صغيرة علشان يخليهم عبيد بيحاول كومة يتفاهم معاهم ولكن بيقولوله ان الملك هو اللي سمح لهم انهم يعملوا كده بأهل الجنوب بس لكن كومة ساعدها بيتعصب جامد وبيهجم عليهم وساعدة بنعرف ان الملك قسم المملكة لجزئين جزء بيكون نضيف للنبلاء والناس اللي تعيش حياة حلوة وجزء تاني للناس والكبار السن والاطفال المشردين وبتكون منطقة غير قانونية ومسموح انك تعمل اي حاجة فيها في المنطقة دي بعدها بنشوف كومة هو مضروب ومعاه ناس كتيرة وبيكونوا مضروبين برضو ومحبوسين بسبب طبعا مخالفتهم لأوامر الملك بيقولكم الجيني بعصبية قوي ان المملكة دي بدأت بالتفرقة والعنصرية والكرها هيعم فيها فبتقوله الجيني طبعا لان الملك بيكون تابع للتانين السماوية واظن ان السياسات دي هما اللي خلوه يعملوها ولكن لو انت حبيت تتمرد فلازم تكون مستعد علشان انت كده هتعادي كمان حكومة العالم برضو لكن بعدها بشوية بنشوف ان المملكة حصل عليها هجوم وحصل فيها انفجار في النص وبنسمع الناس وهي بتهرب الملك لكن بيكون وصل عنده قائد الثوريين دراجون وبيقول له احنا مش هنسمح لكلب ازيك انه يهرب دلوقتي وبعدها القانون بيتغير والسياسات الظلمة دي بتنتهي وبتعود السعادة على الناس من جديد بعدها بنشوف قائد الثوريين وبيكون مع ايفانكو بعد ما انضم لدراجون هو كمان وبقى واحد من جيش التحرير وبيكونوا رايحين هما الاثنين علشان يحرروا كومة وجينه من السجن واول ما بيشوفوا كومة هو وجينه بيفرحوا جدا وبيبدا يعياته ويصرخوا عليه بيقول لهم ايفانكو لو انتوا زي ما انتوا ما تغيرتوش فانضموا لينا في جيش التحرير وبالفعل بينضموا هما الاثنين لجيش التحرير ومن وقتها وكل يوم جيش التحرير عمال يكبر ويكبر وبقى بيعمل غزوات على الملوك الفزين ويحرر الناس وبكده اصبح جيش التحرير سيتم سمع في العالم كله بعدها بيكون كومة قاعد مع دراجون ويفانكو وبيسأل كومة دراجون انت ازاي تعلمت استخدام الاسلاحة فبيقول له دراجون انه اذا فترة صغيرة ما بين صفوف البحرية لكن ملقتش العدالة هناك علشان كده سبتها ساعتها بنشوف عجاب كومة لدراجون جامع جدا وبيقول له انه هو هيتبعه لاخر العمر فبيقول له دراجون تمام وانا مش اخليك تندم على البرار ده بعدها بنشوف كومة هو بيرجع لمملكة سوربيت بعد ثمان سنين وبيكون جايب اكل للناس اللي هناك وبيعرفوا ان هو هيرجع لهم من وقت للتاني علشان يتطمن عليهم في اللحظة دي بنشوف جيني وهي بتعمل مهمة لها وبيكونوا قاعدين يستريحوا هي والوحدة بتاعتها لانها بقى قائدة فريق في الجيش الثوري وبيكون فرحانة جدا لانها هتقابل وحدة كومة في الفترة الجاية وبعد ما بيقلوا بيخلصوا بيقوموا علشان يمشي لكن بعدها بيجي تصلي مقر الجيش الثوري ان القائدة جيني اتخطفت ساعتها القائد بينفزع وما بيكونش فاهم هي انخطفت ازاي لكن بيكلموه الفرقة بتاعتها وبيقولوله احنا اسفين لان ظهر عدوه ما كانش على البال ولا على الخاطر ابدا وهو اللي خطف الانسة جيني يا ترى بقى جيني عايشة ولا ميتة وهالكومة بعد ما يسمع الخبر ده هياقف ساكت ولا هيعمل ايه استنونا بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هيكون حاجة عظمة اوي ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وانك تصلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلا سلام